هذا يقول ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وهل ورد في إحيائها بالعبادة فضل؟ أما إحياء ليلة النصف من شعبان فقد ورد فيه حديث صححه بعض علماء أهل الشعب منهم مجحول وتلاميذه وكانوا يقومونها لكن مهم مثل الناس يجتمعون في المساجد وصلون تروا ويحل لا يقومونها وأكثر العلماء على أن حديث قيام ليلة النصف من شعبان ضعيف لكن بما أنه صح عند أهل الشام وعمله علماء أفاضل من خيار الناس وهم علماء أهل الشام مجحول وتلاميذه ولوزاعي وغيرهم فإننا نخفف الإنكار ما يجوز لنا أن نشدد الإنكار وطائفة من علماء المسلمين يصححون الأحاديث وأن هذه الليلة يغفر فيها لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحن وأنها تغفر فيها الذنوب فنحن نقول يعني إن هذه الليلة ورد فيها نصوص هذه النصوص من العلماء من يصححها ومنهم من يضعفها فمن أخذ بها واقتدى بها أولئك العلماء لا نلومه هذا في فضلها وفي فضل الصلاة فيها في بيته وحده طيب نجي للاحتفال بها الاحتفال فيه هذا ما عرف لم يثبت عن أحد يقتدابه أول من لم يثبت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم ما احتفل بها ولا بليلة الإسراء ولا بليلة القدر كل الاحتفال بهذه الليالي لا يصح لم يثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم واليوم الآخر هذا رقم واحد رقم اثنين لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين ما ثبت أن واحد منهم قام هذه الليلة ولا أنه كان يأمر الناس بقيامهم ثالثا الأئمة المشهورين يعني ما أعرف أنه ثبت عنهم اللي هم الذين يقتدى بهم غير الأوزح اللي هو أوزح صاحب مذهب ومشحول أيضا لكن نجي للإمام أحمد الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف محمد بن حسن ما أعرفنا ما عرفنا أن أحدا منهم كان يأمر بالاحتفال بها أبدا كل هؤلاء لم يأمروا بالاحتفال بها وما كانوا يحتفلون بها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى عصر الذهبي اللي هو التابعين والصحاب والتابعين وتابع التابعين في عهد دولة الفاطميين قامت هذه الاحتفالات وبدأوا يبتدعون مثل هذه الأعمال ويجعلون هذه مواسم يعني السنة يجعلونها مواسم وهي لم تثبت على أحد ممن يقتدى به نعم ممن يقتدعون